طيب هسألك بس دون مجمالات ودون احتراما لزميلك يعني طبعا نحترمهم مبعرفش طبعا بس اه طبعا بس انا عايزك تفكر كمشجع من بر كمتابع للتحكيم المصري بسوفتك راجل خبير دلوقتي تحكيم مصري لو قلت لك ادي التحكيم المصري رقم من عشرة تديله كم في الفترة ديت يعني نقول 8 من 10 لدرجة ممتازة اه 8 من 10 حكامنا يا كريم على فكرة عندنا احسن حكام والله على مستقبل افريقيا والعرب والارض محتاجين حاجات كتير بس يعني احنا نخلصهم منها هيبقوا حاجة زي الفل يعني نخلصهم منها من حاجة كتير يعني يعني الحاكم ده محتاج دعم كتير محتاج ان انت مساندة من الجميع مش هذكر حد مساندة من الجميع هتلاقي الحاكم هتلاقي الدنيا دي الحمد لله ماشي التحكيم ماشي كويس جدا يعني كل من هو مسؤول عن الحكام يساندهم مش هتكلمك معا هتقول لي هتقول لي هقولك لجنة هقولك أفتحة الكورة هقولك إعلام هقولك أندية هقولك كل الكلام ده لازم كلنا نساند ولدنا الحكام وزي ما نشوف يعني لسه النهاردة مثلا أمين عمر كان عنده مباراة تقيمة في مباراة في تونس النهاردة محمود عشور كان عنده مباراة الافتاحية وعنده مباراة للسودان بكرة بإذن الله ومحمد عادل موجود بطولة المحليين ربنا يكرمهم يعني حكمنا بخير يعني يا كريم ولكن انت قلت إن كنا نسمعك بتقول حتة النهاردة الضغط 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 على الحكام ده مش كويس مش في صلاح التحكيم ولا في صلاح الكورة المصرية عمواني مش في صلاح قبلك إن التحكيم المصري جزء من الكورة المصرية نجاحوا من نجاح الكورة المصرية لازم نحط كلنا كده جوا حتة واحدية